هي حتم بين الحارث ويساي بين البتر هي حميها للوقفة هي من صاشي قردية لو انخزنة العسى في بيدينك بتنهر كفف الكرم تندى ولا هي سياسية كفف الكرم تندى ولا هي سياسية بصمة إبداع وصدي من الرجال مده ودم حر على ردها قدر ولو خليا جيدا يقولون شل صار وقولوا وش مصر وقف لي رفيقي وقفت انت بريالكية ابن حمدي المطلوخ ابن حمدي الجبار مواقف ابن حمدي ربعي بطولية وانا ما شكيت الحال يمغصي لا لخبر لك ان العلوم علومي وانيا هنيا يقولون كافل لصحيب وعاطي دجار ومياس المخلاص مليون بالمياح تصلب لسانه قبل لا يخلق العذار يقول العذار مش ينهل رحمة بوحية تبسم وقال العلم حيا وإله بالدار وجدتني رسالة فنك عجلة وفورية وقال ابن خطنخ يا رفيقي وانا تحتر وحر القيود اللي يديونه جبارية هذه وقفة اللي يجعلون الكبار صبر هذا الوقفة هاللي كنت سمت الحارية يا حتم بين الحارث ويا سيفين البتر يا حميها للوقفة يا منص الشي قلبية يا ابو تركي استسمحك لا قلتش اللي صار بعولك تسوق المدح لك سوقي جاهية لو انخزنات العسى في بيدينك بتنهار كفو بالكرم تندى ولا هي سياسية على نهج حمدي ما توخر يا لابن البر لا ذكرات بعولك شفت حمدي بعيني وانا والله همي محسب حسابه لا لاختار دوس الخطر يدخر حمدي برجلية حصد مزمان بكو باس وعزم وصرار وذا قدر الله بشي حاجة طبيعية لو ان الزمن ينطق نطق لك جبل سنجار يقول الفعول امثبت بصك ملكية خلقنا حرار وصيتنا كالمالك والدار لو ان المالك والدار وهباه الهية وواجهه ظروف القاسية بكبر واستنكار ومطاحم الجيبي عدد بيديه لو ان مسكنا المال صرنا من التجار ملكنا حاد ابنكك يا الدولة السعودية وصدي من الرجال مده ودمي حار على ردها كدير ولو خليات يديه يقولون ايش اللي صار وقول وش ما صار وقف لي رفيقي وقفة انت بريالكية ابن حمدي المطلوخ ابن حمدي الجبار مواقف ابن حمدي ربعي بضولية وانا ما شكيت الحال يموصل الى الاخبار لك ان العلوم علوم والنية هنية يقولوني كافل له صحيبه وعاضي دجار وهم ييس المخلاص مليون بالنية تصلب لسانه قبل لا يخلق العذار يقول العذار مش ينهل رحمه بوحية تبسم وقال العلم هيا وإله بكتار وجدتني رسالة بك عجلة وفورية وقال ابن خطر خيار في قيوانا تحتار وحرر قيود اللي ديونه جبارية هذي وقفة اللي يجعلون الكبار صبر هذا الوقفة هاللي كنت سمت تحارية يا حتم بين الحرث ويا سيفين البتر يا حاميها للوقفة يا منص الشي قردية يا ابو تركي يستسمحك لا قلتش اللي صار بعولك تسوق المدح لك سوق جاهية لو انخزنات العسى في بيدينك بتنهار كفوف الكرم تندى ولا هي سياسية على نهج حمدي ما توخر يا لابن البر لذكرات بعولك شفت حمدي بعيني وانا والله بمحسب حساب لا لاختار دوس الخطر يدخر حمدي بنجلي حصاد مزمان بقوباس وعزم وصرار واذا قدر الله بشي حاجة طبيعية لو ان الزمن ينطق نطق لك جبل سنجار يقول الفعول امثبت ابسك ملكية خلقنا حرار وصيدنا كالمالك والدار لو ان المالك والدار وهباه الهية وواجهه ظروف القاسية بكبر واستنكار ومطاح من جيبي عزد بيديه لو ان المسكنا المال صرنا من التجار ملكنا حاد ابنكك يا الدولة السعودية